اللهم صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ولكن إن شغلنا عن ذلك في عدة أمور وكما يقول علماء التربية أن الإنسان إذا وصل سن الثلاثين صار يفكر في إصلاح العالم في الشرق والغرب وينسى أن النبي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وينشغل الإنسان المؤمن فعندما تسأله أين ستذهب هذه الليلة فيقول إلى دعاكميل والليلة التي بعدها محاضرة وبعدها أمسية شعرية أو قرآنية وعندما تسأله من الذي معك يقول بوحدي فلا ندري أيهما هل هو غفلة أم أنانية والنبي يقول خيركم خيركم لأهله في هذه الليلة الكريمة وفي محاضرة بعنوان الأسرة المؤمنة نواة المجتمع المعافى والراقي نستقبل سماحة السيد مهدي الأمين فليتفضل محفوفا منكم بالصلاة على محمد وآلي محمد هذه الليلة سنكون معكم سأحاول بهذا الوقت المتاح أن نطل على مسألة الأسرة وهمية الأسرة في الإسلام وكيف أن الأسرة المؤمنة المسلمة هي فعلا نواة لهذا المجتمع الراقي أنا ذكرته أذكر دائما أني مسكون كما كل شيعي مسكون بمسألة الإمام الحج صلى الله عليه ننتظره نحاول أن نهيئ له أن نكون من جنده من أعوانه من أتباعه إن لم نكن نحن فذرياتنا هم من سيقوم بهذه المهمة نيابة عننا ويسلم عليه فعندما أؤمن أسرة معافاة مؤمنة توصل الرسالة وإلا قد تضيعوا في الطريق وتنحرف وتذهب فنخسر الدنيا والآخرة لا عشنا بالدنيا عيشه هذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه ولا أيضا سعينا للدنيا سعيها ولا الآخرة من كون وصلنا إليه سر قوة هذه الأسرة المؤمنة هي بلحظة عقد الزواج نحن بيقولوا بفقهنا أن عقد الزواج فيه شائبة العبادة العقود كل أمر بين اثنين يجب فيه الإيجاب والقبول هذا بسموه عقد والذي لا يجب فيه إلا الإيجاب هذا بسموه إيقاع الزواج هو من العقود البيع والشراء هو من العقود صدق يا ترى من أيها عقد ولا إيقاع الصدق عقد مش إيقاع مش بس مطلوب مني الطلاق مثلا تفهم شو الإيقاع الطلاق إيقاع لأن الزوج هو من يقرر فسخ هذه العلاقة ولا يحتاج إلى قبول الزوجة أو عدم قبولها ورضاها أو عدم رضاها الصدق لا تحتاج حتى إذا بدأت فعل الفقير صدق لا بد أن يقبل هو أن يأخذ مني هذه الصدق فهو من العقود نحن عقد الزواج مش هو لا بيع ولا شراء ولا تجارة هو إكمال نصف الدين إتمام نعمة الله علينا على الرجل والمرأة يعني دائما بدي حب ذكر أنه ليس الأمر ذكوري كما يقال وأن الإسلام هو دين ذكوري لا أبدا اختص ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى جرت منذ العقد الأول الذي عقده بين آدم وحواء يوم أمر الله سبحانه وتعالى عبده آدم أن يخطب إليه من الله أمته حواء وكانت هذه صارت سنة في عباد الله ومن هنا صار الرجل من يطلب المرأة وإن كان عنا نحن بالأمثال العاملية بقولوا اخطب لبنتك وما تخطب لابنك فسر القو يبدأ من هنا حينما يقرره هذين الزوجين أنه أمام الله على كتاب الله وسنة نبيه من هون ما راحوا بالسر وبالمخفي وورى الحياة والغرف المغلقة ودون علم الله كما يظنان لا بل أمام الله والشهود على كتاب الله وسنة نبيه استحل منها واستحلت منه ما كان محرما قبل هذه الكلمات هي كلمات بتحلل وكلمات بتحرم ليس إلا ولكن بشرطها وشروطها أمام الله سبحانه وتعالى وعلى الزوجين أن يحافظاه على هذا الرباط المقدس هذا العقد الذي فيه شائبة عبادة لأن هذا الباب الذي سيتحقق منه وعد الله سبحانه وتعالى الخلافة في الأرض والخليفة هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كان ثمرة زواج مبارك وعظيم ورباط مقدس كأجرى أمام الله سبحانه وتعالى وكان هذا الإمام الذي سيملأ الدنيا قسطان وعدل أيضاً لدينا مثل آخر هذا يجب أن نحافظ عليه ونتفيه بظل هو أسرة أهل البيت سلام الله عليه محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم والتسعة المعصومين من ذرية الحسين أو دي شجرتنا اللي منتفيه بظلها واللي منلجأ إليها كلما عصفت فينا عاصفة وكلما تجددت علينا نعمة أيضاً نلتجئ إليهم ونشكر الله سبحانه وتعالى على حسن علاقتنا وانتماءنا إلهم سنتحدث عن مجموعة نقاط نحاول يعني قدر الإمكان أنه نحكي فيها أول نقطة النقطة الأولى لماذا أتزوج أو لماذا الزواج النقطة الثانية إن شاء الله سنمر عليها نظرة الإسلام للمرأة أيضاً النقطة ثالثة إلى زوج المستقبل الزوج ليس ضروري يعني الرجل والمرأة أيضاً هي زوج وزوج يطلق عليه بعض رح نمر أيضاً على بعض أسباب الزواج السعيد الناجح وأيضاً إذا استطعنا نحكي عن الشروط أنا عامل 28 شرط للزواج هذا بعقد الزواج أنا أخذ على نفسي أني ما أعقد عقد لواحد على وحدة إلا أن يقبلوا بهذه الشروط هي مش إجبارية ولكن اللي بدوا يتزوج عندي أنا بهذه الشروط بزوجوا على هذه الشروط إذا ما بدوا يروح لعندي سيد نجاح الزواج هو كما ذكرنا أول عقد قام في هذه الدنيا بين آدم وحواء لما خطبه إليه وهجرت الصناف الذرية إلى يوم القيامة وخلاف هذا هو خلاف شرع الله وخلاف يعني خلاف رضا الله سبحانه وتعالى وأله سبحانه وتعالى هو الذي حبب إلينا الزواج عشان هيك نحن نتزوج ونعلقها العلقة يعني علقة بس شو أديسه بس علقة منيحة قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من البنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاق لو ما الله يودع فينا هذا الشهو حبهن ونقتنيهن وقال لكنا رحنا أعادنا بمغارات وسكرنا حالنا وأخذنا مفتاح الجنة معنا وقرآن والسلام وبيكف حتى يأتي لا الله سبحانه وتعالى لتعمر الدنيا وتعمر الحياة الله هو الذي وضع فينا هذا الأمر وقال لك كثير من الناس عندهم هذه النظرة الأنانية للحياة يحب حاله كثير وما يحب ينتج غاية الزواج هو حفظ النوع الإنساني يستمر الناس اللي يستمر هذا الخلاف في الأرض وخلي تيجي ناس على الأرض تأخذ فرصتها في الحياة في الدنيا وتحاول أن تتقرب إلى الله وتدخل الجنة لماذا عينا دين أقدي أبنا نفط لحالنا على الجنة خلي غيرنا كمان يفوت من ذرارينا مثل ما نحن أهلنا أبانا أعطونا فرصة بهالحياة أن نجربها ونستمتع فيها وبخيراتها وأن نطيع الله سبحانه وتعالى وكذلك نجر معنا الصالحين والصالحات من ذرياتنا الطيبة وهو رباط مقدس بحصن الإنسان بحصن الإنسان ذكرنا وأنثى فبسموا الزواج حصن والرجل المتزوج محصن والمرأة المتزوجة امرأة حصان ورجل حصان والحصان ليس الحصان من الحصن الحصن الذي يحيط مثل حصن القلعة الذي لا يخترق فلذلك أنه معلومات هذه بتاخدوها ولا حياءة في الدين إذا زن والعياغ بالله الأعزب من جلده ميد جلدي وزنة العزباء من جلده ميد جلدي فإذا زن المتزوج أو المتزوجة منرجمهم حتى الموت هذا حكمها بالشريعة مش حكمة أنا هذا حكم الله عز وجل لماذا؟ لأنها محصنة عندها زوج ليش بدأت تروح تعمل بالحرام وليش بدأت روحي يعمل بالحرام بينما هذائك فيه يعتذر وعنا فيه عنا بيسموها أسباب تخفيفية هذه بالقوانين المدنية موجودة وبالإسلام فيه أسباب تخفيفية ليس كل من صرق تقطع يده فنسأل عن الأسباب التي فعلها وليس كل من زن يجلد مئة جلدة أو يرجم حتى الموت كما بنا نشوف نحن نشوف الأسباب التي دعته إلى ذلك فيه أسباب تخفيفية قبل أن نقيم الحكم نعمل المحاكمة عادلة شفافة وعلى أساسها يام نرجم يام نجلد يام نخفف الحكم وإلى آخر الزواج صدت حكيها أكثر مرة وأنتم تعرفون أنه في عنا نحن كل حركة وسكنة في حياتنا هي تخضع لحكم تكليفي من أحكام خمس ما فيه مجال يا حرام يا مكروه يا واجب يا مستحب يا مباح بلبس أسود والله أخضر حر بس مش الأحمر بعد هالكبرة جب بحمر هذا بصر لا هذا أمر مباح بيأكل هالأكل والله هالأكل هذا أمر مباح في أمور واجبة هي واجبة بالتالي واجب علي إذا فعلتها أثاب على فعلها وإن تركتها أؤثم المستحب إذا فعلت أثاب وإذا تركت لا أعاقب ولا أحاسب الحرام لا إذا فعلت فأنا أؤثم وإذا تركته لأنه حرام أؤجر المكروه إذا فعلت لا أثاب لا أؤثم ولا أحاسب وإذا تركته للمكروه على أنه مكروه أؤجر على ذلك طيب الزواج من أي وحدة من هذه الأحكام الخمسة هو من المستحب مش واجب ليس واجبة يصبح واجباً في حال إذا خاف أو لم يقدر على التعفف أن يتعفف أن يحمي نفسه تحمي نفسها واجب عليهم الأهل هو الشخص العاقل البالغ أن يتزوج أنا أيضاً هنا يعني لا أخفي سراً أو لا أذيع سراً وليس الأمر أنه بعالمنا اليوم والحالي لعله من أجل الزواج والمرأة والجنس والتكاثر لأجل ذلك كله تدور عجلة الحياة والاقتصاد وتخاض حروب وخيضة حروب في السابق وبيهاجر من يهاجر ويتاجر من يتاجر إذا ما كان هو هذا الهدف الأساسي المعلن ولكن هو هذا الهدف المستبط أنه أنا بدي هاجر بدي سافر بدي قاتل بدي أفتح بلاد كل واحد بس الغاية هادي تكثير النسل وإلى آخر وحتى بالعرب قديمة مش العرب المسلمين لما فتحوا بلاد بالسيف مش كانوا ناويين ينشروا كلمة لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله كان آخر هم لما الحجاج بعد أربعين ألف مقاتل من خيرة شباب البصرة والكوفة إلى بلاد سيجستان ما قالوا روحوا وقاتلوا الناس أقولوا لهم صلوا صوموا حجوا خمسوا وشوفون شو عم يعملوا ودعوهم إلى الإيمان قالوا لا تدعوا بيضاء ولا صفراء ولا شيء يدبوا على قدمين إلا وجئتموني به من الجاج للرجل والمرأة وجبوا لي إياهم والذهب والفضة حروب أكثر الحروب الإسلامية اللي سميت بالفتوحات كانت فتوحات أشياء أخرى كانوا روحوا بس يجيبوا جواري ونساء وبعضنا ابتلينا ابتليتها الأمة لا رح يشبعوا لا رح يشبعوا لا رح يشبعوا خلينا نحق سيكتين أمس فعلى أي حال فنحن لا نروج للباطل والعياذ بالله إن قلنا إنه تجارة الجنس الحرام وما يتفرع عنها ويدور في فلكها من أخطر التجارات الرائجة حول العالم اليوم وبالكثير من الدول وشرعوا لقوانين ونظم وعملوا لحمايات وآخرها تشريع قانون المثلية هوني يعني أباحوا الزواج هيدا المثليين ومر هيدا القانون بالسيبريم كورت وصار حق مقدس وإذا بتقول له شو بقولوله هني قاي هوني إذا بتقول له قاي يعني شاذ مع شي يبل تقول له شاذ لا بدك تقول له مثلي والسلام عليكم يا مثلي أنت تحترموا بكل الاحترام فالله سبحانه وتعالى إجا فتحنا باب للحلال وشرعنا باب ضخم للحلال وما في دين بالدنيا مثل الدين الإسلامي إجا اهتم بهذا الباب باب الفقه وباب الزواج يعني في فقه وأفرد له مساحات واسعة بالفقه وما ترك ما ترك أي يعني أي ثغرة واحد يتسلل منه ويعتذر أمام الله ليش عمل حرام حتى لا يفعل حرام لا يزني إلا الفاجر كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه فإرغاما لكيد الشيطان وغروره وكبحا لجماح النفس وجنوحا وتحليا بالعفة وطيبها طيب العفة كان الزواج بالعقد على كتاب الله وسنة نبيه محمد لأنه غير هذا الطريق هو المنزلق إلى الردى وهو الخصة والرذيلة التي تنتج العدم وتورث العقم وتورد النار والعياذ بالله اليوم أوروبا بيسموها القارة العجوز لأنه ما عاش يجيبوا أولاد إذا تجوزوا يعني إذا تجوزوا بخلفه يا أطة يا كلبي أو كلبي يعني بيجيبوش أولاد فصاروا عجوز طيب وانعا بيعوضوا هذا النقص وأميركا حتى أميركا الغرب بشكل عام يعوضوا بالهجرات يلا يا عرب ويا مسلمين جيبوا أولاد وجيبونا أولادكم لهون بيولعوها حروب عنا وبنعفرونا بيشلونا من أرضنا وتستقرش بلادنا وتعووا لهون ويأتي بناخد نعطيهم زهرة شبابنا وشاباتنا في منهم يكون تعبينينا عليهم وربينيهم بيأخذوهم على البارد المستريح يعوضوا هذا النقص من الهجرات في دول الكثير بالعالم يعني قديما حتى الرومان اللي ملكوا الدنيا العالم القديم احتلوا بيقولوا زالت دولة الرومان بسبب الأمراض الناتجة عن الأمراض الجنسية مثل الأمراض اللي مرأ هون بموجودة الإيدز ومشتقات هذي اللي ما إلاش علاج إلى الآن يعني بس هذيكي وبالله سبحانه وتعالى بيحكي عن الزنا بالتعبير يعني عن لسان أهل البيت أن الزنا هو الحالقة حالقة هي مكانة الحلاقة هي إلى خمس شفرات من الشفرة واحدة بتحلق ما بتخلي شيء تحلق كل شيء الزنا بينما الزواج الشرعي بالعكس الله سبحانه وتعالى يقول خذوهم فقراء أو كذا يغنيكم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله هذا يعني بإطلالة سريعة على هذا الموضوع الإسلام والمرأة المرأة هي الباب الذي نقطة منه يعني بمعنى آخر معلش ما تأخذوني أخواتي يعني ما تستعملوا كلماتي أنه أنا أنه المرأة هي نقطة الضعف عند المسلمين بيتهموا الإسلام من خلال المرأة لأنه هي المعلم الظاهر أكثر هي رايتنا هي علمنا بالواقع يعني أنت أختي بحجابك بنتي بحجابك أنت راية الإسلام أنت الأصالي أنا بغير شكلي بغير لحيتي لحة تتشابه لحة الفاسقين والعياذ بالله مع لحة المؤمنين بينما الحجاب والعف ليس إلا للمؤمنات الصالحات القانتات المطيعات لله عز وجل فهم بقولوا أنه هذا أكبر مثال على تسلط الإسلام الذكوري والذكور ويسمعوها ويحجبوها ويسكروا عليها كل منافذ السمع خاصة مع أنه بطل تسمع هل تسمعوني شي والله فالإسلام بينظر أنه للرجل والإسلام أنه هذا الإسلام هو الإسلام الدين المتسلط اللي بده يتسلط ويتحكم بهذه وحتى حتى حتى يسألوهم بالمدارس لبناتنا يعني هكي أول ما بتروح بعد أسبوع عطلي عادة الأهل بيختاروا فترة وبتيجي بنتهم تروح على المدرسة محجبة لما بسن التكليف بتشوف المس بقولوا هون مبعرف مرحش على المدرسة تيتش عرايتنا نحن وليشو عاملي بحالك مثلا بتقل أهلك جبروك أهلك عم يغزبوك على هذا الأمر بيك ضربك أخوك بتصير تتش تاخد أنه تشوف هل هي ضغط عليها إلى آخره نحن نؤمن بالإسلام أن المجتمع رجل وإمرأة ومثل ما أردت لكم بالأول هي سنة الله منذ البداية من آدم وحوى الله سبحانه وتعالى هذا البيت يجب أن يكون قائد واحد السيارة إلى سائق واحد لا يصير اثنان الواحد يشد لجهة مندهور ثاني يوم فلابد من قائد وشريك آخر مع دليل هذا اللي يحمل الخريطة هو يدله على الطريقة هذا بس بسوء وهذه يحسب له المسافات هي هيك الحياة رجل وإمرأة جنبا إلى جنب متكاملين متكافئين متساويين في الواجبات متكافئون بالفرص والحقوق ولكن إرادة الله عز وجل قضت الخالق المبدع هذا الاختلاف الرجل له شكل معين المرأة له شكل معين هذا يعني اختلاف طبيعي ولائق حتى يرغب كل واحد بالآخر كمان هذي من الابشنز اللي الله أو دعا فينا لحتى كل واحد يبحث عن أشياء كلاهما يعني وليطقن كل واحد منهما دور الرسالة الإلهية الذي أوكله الله إليه والمهم اللي من أجلها خلق دونما أي تعدي من الواحد على الأخ ما فيها أن يكون مرأة وتأخذ دور المرأة كاملة ولا فيها هي تأخذ دور الرجل كاملة وتكون رجل هي الرجل هي المرأة وما فيها أن يكون الرجل وأنا المرأة هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أنه خلق من كل شيء زوجين اثناء القرآن أيضا في منهم يقولون حتى بعض أخواتنا المؤمنات يسألون أنتم كل شيء يقولون الله أعطاكم كل شيء ونحن علينا كل شيء لماذا أنتم تلبسوا عراسكم أنا من وعلي لابس عراس البقيس طفل دفرو لماذا أننا بدأنا نكمكر وفي الصيفية بدأنا نظرنا لابسين وطويل وكلسات ومش عارف شو لو شوي كفوف وأنت تتزنطر وتلبسوا شورته وحفره شحيطة فليش ألكن سبحان الله بالعكس هذه يعني الله سبحان وتعالى غيور والمرأة هي أمة الله والله بغار على إيماءه فالله أمر بستر بدكن حكايتين يقولون من الله سبحان وتعالى خلق الدنيا وخلق الخلق وخلق الأنبياء وقال للأنبياء يلا كل واحد ينقي جماعته ربعه شعبه فقام بالنش من عند موسى عليه السلام موسى عليه السلام نقى من هالناس بالترتيب فنقى هالطوال الشؤر الخضر الحمر والبنات وقال له هولي إيجا لعيسى عليه السلام قال له يا عيسى يلا نقى أتباعك وأصحابك كمان نقى العرب البقية إيجا لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال له نقى أتباعك يعمي تستر والحقود أنتو الستر وأنتو العفاف وأنتو الكمال أنتو زين العباد أفضل عباد الله أنتو من الشيعة نحن مع الأسف في عنا بعض رواسب جاهلية موجودة عنا نتناقلها ونتوارثها عبر الأجيال ليست يعني ليست من الإسلام فيه شيء بعد الجاهلية موجودة بنفسنا ولاسية من المجتمع الشرقي والعربي أكثر من غيره من المسلمين غيرنا المسلمين من غير العرب العجم يمكن عدو مننا شوي ولكن نحن العرب بعضنا نحمل بجيناتنا عدات جاهلية وبعضها من مارسها هي هذه ولا الإسلام بالعكس المرأة تصدت حملات المغرضة التي يشن المنافقون على الإسلام هم مظهرين صورة المرأة وتخلف أهل الدين بقامها واعتبارها أما بيد الرجل يتحكم فيه من كرامة المرأة على الرجل في سورة النساء بالقرآن فيش سورة الرجال في سورة النساء ودائما بيحكي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر وصاياه أنه كان يوصي بالنساء لأنه يعرفنا في عنا رواسب جاهلية بمحملة إلى الأجيال وأنه المسلمين ما بيطبقوا المساواة وهذا طيب الإسلام بينما الإسلام إذا بنا نجنع نظرة سريعة على الإسلام كيف يقسم يرتب المرأة في الإسلام المرأة عندها ثلاث أقسام المرأة إلى ثلاث أدوار أول شي إما تكون المرأة أم منها بتكون أم زوجي صالحة وعندها أبناء وبنات يعني أم لما بتكون أم الله سبحانه وتعالى قيل فيها أن الجنة تحت أقدام الأمهات مش البيت الجنة تحت أقدام الأمهات هذه وحدة وهي وحدة من اللي قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان مالش بالوالد مثلا لو كان مسألة ذكورية وتسلط ممكننا يعني اللي عملها التشريع وهي وحدة من اللي الله منع أن يقال لها أف أيضا يعقها العقوق والله سبحانه وتعالى كمان هي واحدة من اللي قرن رضاه برضاها يا رضا الله ورضا الوالدين ومن وصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي أوصى بالأم ثلاثا فمن سألوا أحد المؤمنين من أبر يا رسول الله قال أمك 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 ثم أباك يتلعوا له مرة واحدة الدور الثاني أن تكون ابنة بنت بنتي بنتكم بناتكم بنت ابنة هذه الابنة فهي الكريمة المصانة المحاطة بالغنج والدلال تغير منها مرت لبنتي يعني يجيو أولادي ومرتي وأنا وهيك بتحرصها رمش لعيون فعلا هذه مش إنه من العادات الجاهلية بس هي من حبنا وتقديرنا واحترامنا وخوفنا وحرصنا عليها منحميها برموش عنين من عاملة حريري نعمة محمد علي بظلني بنعور فيه بينما البنت لا بحكي مع محبي وهيك لا يا بنتي حبيبتي تقبرين بينهم محمد علي بيا وامة واخويتها كلهم بتشتشوها بغنجوها وبدللوها وكلهم ما بعرف أنا بحكي هيك عن حالي يعني بعتد وعندها أخوي مثل سودي ناطرين حمينا حمات كمات وأخوات خيرات شقيقات مشفقات إلى أن تنتقل من بينهم وبرضاهم وعلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمؤمن لعند مؤمن كفق انتخبها واختارها زوجة من بين كل البنات بزيدها على ما كانت عليه عند أهله مش بنقص منها بزيدها على حب والديها وحماية أخويها وإخوتها وشقيقاتها وإمها بزيدها حب واحترام ومكانة وحطها بصدر البيت وحطها بنصف قلبه وبصبوس عين وبشوفها بعشي يشوف هذا غير كما أعمل دور الثالث هو الزوجة لما صارت زوجة فهي شريكة كاملة منعمة مدللة مصانة هذا عم بحكي مش حكي إنشاء من عندي هذا الإسلام الشرع أنا جبت لكم القواعد الفقهية واللي بقولون الدين والقرآن وصغتهم بأسلوب أنا بس يعني هذا المسألة ولا هذا قول الدين وأنا أقول عن نفسي ريحانة تشم وتضم نفقتها مقدمة على نفقة الوالدين إذا كان جوزة فقير وفي عنده يا بطعم مرته أو بطعم أمه أو بيه لا يطعم زوجته مقدمة يقدمها على والدين واجب نفقت عليه أب الأم وبيه إذا كان أمه بيه فقرة وعنده فقير الحال فنفقتها مقدمة على نفقة الوالدين أسبابها مؤمنة حتى لو كانت غنية وعندها أموال وورثت عن أبيها أو كانت لها أموال واجب علي على الزوج أن ينفق عليها ومش واجب هي تنفق ولا سنس على البيت وحتى المرأة العاملة هنا اللي بتشتغل بيصير برضاها وباتفاقها لها أن تقبل بالمشاركة يعني طبعا هي الحياة مشاركة ولكن لها أن تحتفظ بكل أموالها وليس له للزوج أن يجبرها إلا أنت معك مصاري روح يخذه روح يشتري من مصرياتك لا إلا إذا أشياء فوق الضرورة اللي هو يعني مطلوبة منه جميع حقوقها مؤمنة أسبابها مؤمنة حقوقها مصاني عيشها رغد في ظل زوج مؤمن كريم غيور وأبناء بررة فتلك هي السعادة في سعادة غير هيك برأيكم يعني ما بتأدي دا كان هيك يعني عيلي مؤمنة كمان بيصلوا على الوقت وبيقروا الدعاء والقرآن هذا أعظم السعادة للإنسان يعني أنه هيك يوصل لها المرحلة ويحقق هذا الأمر هذه الوظيفة الإلهية الكبرى اللي وظف فيها للمرحة هذه وظيفتها من عند الله سبحانه وتعالى ولا أحد يتقن هذا الأمر إلا هي وهي أساس الأسرة الصالحة المباركة الراقي اللي بتخلق مجتمع راقي وأبناء سليمين وأبناء أصحاء في المجتمع إذا صاروا بسدة المسئولية بيطلعوا عندهم مسئولية بيطلعوش حرامية وسرائين ولصوص مثل ثلاثة أربعة حكامنا ونوابنا وزراءنا ومسئولينا والستة وأجمعين المرة هي اللي بتعد رجال الغد وهي اللي بتساعد بظلم بنات جنسها يعني النسوان إذا ما أحسنت إعداد وتربية أولادها بكرة إبنة إذا ما ترباش منيه وروحنا دورنا له على ستة البنات تيجي تاني يوم عبادة أهلا ميك لكف عينها هي صايرة هون وهي العين صايرة فوق هذا الحق على على أمه اللي مرأة اللي ماتوش منيح قالت له حافظ على بنات الناس كمان عنا نحن بنات مربتوش إنه مش هيك بتشغيل بالقوة وبالعنف وبالظلم هي تقدر المرة هي اللي ممكن تربي أبناء أو بنات ليكونوا رجال ونساء صالحين أو صالحات ما بيعتدوا وبيحترموا وبأدروا الآخرين فيا أيها الرجال ويا أيها النساء عليكم بذات الدين هي الأساس ذات الدين والخلق العظيم ودعوا الزبد الجمال والرموش الطوال وكذا وكله اليوم صاروا بيعملون وكمان حتى في من نسرعوا تركيا بيزرعوا شعر رجال يعني ونسوان صار يعني لا بيفتش على صنع الإنسان حتى الجمال يعني بحد ذات ومش صنع أنا إذا طلعوا طويل وعيني زرق وعيني قدر أو عين زرق أو عن حمراء وطويل وكل الشروط فيها مش مني يعني ليست من اختيار هذه أمور الله سبحانه وتعالى أنا طالبني وسألني عن اللي أنا صنعته بنفسي أخلاقي آدابي حسن تديني هذا بتحاسبني عليه لذلك من أكبر العيب والغيبة أنك تغتاب شخص بشكله يعني إذا بتغتابه على حكي وتصرفاته نص مصيبة مش النص هي مصيبة بس أنه ولكن اللي بيغتاب واحد لك كيف شكله لأنه هذا أنا مش مسؤول عنه هذا أمر مسير فيه ولسته مخيم منعرج على زوج المستقبل هذا اللي بدي يعلق علقه ابني العزيز ولدي العزيز اليوم صرت رجال صالح كامل الرجول وعلى بعد خطوات من حياة جديدة بتنضم إلى من سبقك من الرجال لصناعة الحياة الله أكبر العزة لله وصلينا لكي تصبح أنت حلقة في سلسلة تستمر الحياة وتتدفق وذلك باتخاذ زوجة مسلمة مؤمنة حليلة لك تحت وفق شرع الله وفق إرادته باقي التفاصيل هذه تحاول أنك تكون كلها تحت شرع وقبول وريض الله سبحانه وتعالى عندما تختار زوجة وهي كمان هذا الحكي للزوجين عم تكمل نصف دينك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج فقد أحرز صار معه صار عنده نصف دين بس منهم بطلعوا الدين رجال ونسواني يعني يكون عنده شوية يبدي فقد أتق الله في النصف الآخر باختيارك لإمرأة أو باختيارك لرجل فأنت عم تختاري أو تختار عم تختار زوجة دائمة يعني بالتعبير الآخر لزقة أمريكانية مش تبدل كل ساعة بالتانية هيك الله سميها شرع زوجة دائمة تختار شريكة العمر بتكفي معك حياتها كلها خاصة تتجوزت تعطرت عمرك بكيري قصدي يعني بكير فبدأك تنبه شو بدأك تختار يعني طويل الشغلة بدأك تختار عفوا نعب بس هيك نحن نرطب الأجواء حتى ما تكون جافة يعني نعمين شاف ريئي بعد آه مصلي علام حمي وتختار شريكة العمر ورفيقة الحياة والدرب الطويل بها الحياة وبتختار إذ تختار كاتمة الأسرار مش المذياعة أو المذياع وكمان مدبرة وشؤون البيت والحياة لأنه في منهم بسلمها كل شي حتى هي بتصد تدير وهي بتكون صاحبة القرار رئاسة الوزراء والحكم رئاسة وزراء بصير يعني هو بس يملك ولا يحكو فانظر إلى من تأمنه على نفسك حين تختار وكيف بك أيضا بعد في شي أنك عم تختار أم لأطفالك ولنسلك ولذريتك كمان أنت عم تختار بي لنسلك ولولادك ولذريتك أنا عم بحكي هلا بالتغليب بسموه باللغة العربية إذا كان في 20 مرة وفي رجل نحكي بصيغة المذكر مش بصيغة المعنى فعشان هكذا تعذروني أنا لا أعني شيء يعني بهذا الموضوع وأنت عم تختار أيضا مدرسة أولادك الأولى وبي يجي كمان بالطريق مهجومة الإختيارات الفراش والوجه الصبوح المشرق كمان طبعا المرأة الجميلة مش بطالة يعني هذا اللي بدك تتصبح فيها وتتمسى آخر الليل كمان بنفس الوقت أنت عم تختار لما تختار عتبة البيت العالية سمعين بقصة النبي إبراهيم وإسماعيل بعد مد يجى النبي إبراهيم عليه السلام ليزور ولد إسماعيل في مكة وصل هونيك على مكة فطلعت إمرأة من الخباء قال ليس البيت إسماعيل قالت له مبالا وينه جاوزك قالت له راح بالصيد كيفكم ملا الحمد الله عال بدك شي قال لي إليه لا جاوزك بس يرجع خلي غير عتبة بيته كوّع وراح بعد ما رجع قال لي شامم ريحة طيبة يجى حدا زهر قالت له بعد شوية بعد مدة اي اي جا واحد هوني من هو الواحد الواحد لم أعرف قال لي شو اسم ما سألته شو اسمه لا لا ما سألته شو قال لك شو خبرك قال لك غرير عتبة بيتك قال لي يروح لعند أهلك بعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليزور إسماعيل فوجد امرأة من أنت يا أمط الله غير هديك قالت له أني زوجة إسماعيل أين زوجك قالت له زوجي بالصيد قالت له تفضل انزل قال لا زوجك ليس البيت وأني رجل غريب ما فيه أبدا إلا تنزل بين عليك انت جاي من السفر وعليك معثاء السفر قال لا أبدا لا سلمي لي على زوجك ويقول الله يبارك لك بعتبة بيتك قالت له أبدا إلا انت قف فاتت لجوة جابت بتشعره ورجته أن يدخل وينزل ويضي ما كان يبال قال له الله يبارك لك بعتبة بيتك فإذا المرأة هي عتبة البيت العالية والملأ الطيب لأهلك ولأصدقاءك محببة وليست منفرة ذاكرة لربها حافظة للدين وأيضا انت عم تختار من حيث لا تدري وصيا وقيا على أطفالك إذا لا سمح الله ما بيعرف الأعمار بيد الله بيكون الواحد بصلاة عن النبي وماشي وشوي بيأتيه الموت الذي لا يدري فإذا تركت زوجي صالحة وأم صالحة وعندي أطفال أيتام تركت أيتام خلفي ليتم هو تحت سن البلوغ من الأرباطاش وبالنازل للصبيان ومن التسعة وبالنازل لأنه لا يتم بعد بلوغ فإذا تركت مع وراء مرأة ما بتسواش بتضيعه بتغريب بتدر على حل شعره وبتهفي على أبرلاي مرء الأربعين يوم للأربعة شهر وعشر أيام وبتروح بتزد تلي أولادي وبتروح فأنا إذا بدي اختار بدي اختار كمان هذه الإنسانة اللي هي وصي وقيمة على أطفال صغار بعد طول العمر إذا فاجأتني المنية بغفلة مني وما كنتش حاسب وعندي ذرية ضعاف فما تهوانش فيهن وتترك ليهن وتروح على مطرحتين وبصير مشردين وبروح ضيعوا أموال وأيتام حقيقيا بصير وبتختار أيضا فيما تختار كمان هيدا برجع بقول وبذكر لحتى ما هيدا للطرفين من ستأتي بها إلى أهلك تجيب إنسانة جديدة على بات أهلك وإخوتك وتفوتها على عالمك لتصير جزء منهم فاعرف كيف تختار وهي كمان بدأت جيب رجال غريب من ما بعرف من وين جيبه كمان يعني هلأ نحن ندعو إلى زواج نحن كل واحد من بلد من ولاية ومن منطقة ممكن يكون نصيبها أو نصيبه كل واحد من جهة معين فإذا هذا من جملة الاختيارات فبدو يحسن الاختيار وبقل له للشاب بشارك أمك خليها تكون إلى أيد وقال له تنكد لك عيشتك بعدين تعمل حما وتكتر فلازم تكون هي فإذا تشتار ما صار بقل لها ما أنت نقيت لها يعني بتطلع منها مثلا فإذا بتدور أول شي على الصفات ما تفتش على الجمال لوحده ولا هي تفتش على الجمال لوحده لأنه هذا الجمال يمكن يكون منصنع الجراحين والمجمدين ولي لا يمكن فتش على الإنسان اللي نابت بمنبت السوء عليك بذات الأصل فعند هي بنت الأصل عندما عند النساء وزيادة أيضا الأصل الطيب هو اللي بيسعد فيه الإنسان وبعني بالأصل الطيب هو الدين والخلق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مش غني وطويل وعضلاته كبار يمكن هو عضلاته أول شي بيعمل فيها بملكيس ملاك وبعد بقله للزوج اعلم أنها صارت لك وحدك فلا تقبل أن ترضى أن يشاركك فيها أحد الوقت المتبقي دقائق معدودة بما أنه كل إنسان هذه بعد يعني هكرا رح أمره على جملة من أسباب النجاح النجاح الزواج السعيد بما أنه كل إنسان يعني هدفه التحصين من الحرام وإكمال نص الدين والسعادة والفرحة والاستقرار والرضى الوالدين وغيرها من العناوين الحلوة كتير اللي موجودة أول شي لنا نحن حسن الاختيار بدي يختار من النساء من فيها صفات محمودة شرعة من كون عائلة مؤدبة عفيفة فإذا كانت وكمان الله سبحانه وتعالى هي بدأت تختار المؤمن التقي الورع صاحب الخلق والدين الكريم كما بديكون كريم بديكون بخيل البخل البخل بيدمر إذا كان بخيله من أسباب الزواج السعيد يعني بعدين لما يصير زوجان يدخلوا على بعضهم أهم أحد الأسباب المهمة الصراحة أن يكون صريحين صاروا جزء شركة لا يوجد شخص يفتح على حسابه كل شيء يحدث يكون ببيته أمير عند بيت أهله وتكون أميرة ببت أهله يجو على البيت بدأت تخلى عن جزء من إمارتها تتركه عن بيت أهله وهو جزء من مملكته يترك عن بيت أهله ويجو ينشو إمارة جديدة شوية من عنده وشوية من عنده بدأوا يدوروا الزوايا حتى لا يصطدموا عند كل كبير وعند كل صغير لا يصطدموا مع بعضهم وهم ما حدا يريدوا يخبع إذا كانت معود هي لوحدة بدأت أهله وهو معود عنده أشياء وأسراره اليوم صار فيه عنده شريك ما عد فيه يعني يتصرف بأموره لحاله فيه أمور له بتتعلق فيه هي لها وحدها الحق ليس لم تعد يعني ما صارت أنه مباحة له بالكامل هو صار إلى مباحة تشتاحه ساعة التشاء ولكن صراحة بكل الأمور أنه يصارحوا بعضهم بكل شي ويحكوا على بعضهم بكل شي من البداية يكونوا كل شي يزعجهم كل شي يزعجها كل شي يزعجوا منها كل شي يزعجوا من الآخرين ويضعوا له حلول فالصراحة أهم الأسباب لبناء أسرة ما فيها مشاكل إن شاء الله المحبة بالمحبة بالدوم العشرة وبالكلمة الطيبة تذلل الصعاب لأنه بيقولوا الكلمة شر والجواب أو الكلمة ذكر والجواب أنثى وبولده العداوة مرات بدأت مسحها بجلدة شوي وهو كمان بيخفف شوي بيسكت بمرئها محبة ما يخلي إنه يوصلوا لمرحلة يبطل يحبه بس يصير أو تبطل تحبه هون ابني على الخراب في المستقبل فبالكلمة الطيبة وبالهمسة الحلوة ومش عايب ولا عار إذا إجأ ألا لمرت ويحبك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيه مش عايب يا حج نسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قول الرجل للمرأة أحبك أحبك ما حم تطلع منيح أحبك ما بتنشال من قلبها ما بتنسيها أبدا هذا عن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله أحبك I love you I miss you I love you I love you I love you I love you بلقش هكذا كتمان الأسرار كمان كتمان الأسرار البيوت أسرار مش كل شيء بدأنا نضيعه على الميديا مش كل شيء على هذا البلوط اللي خرب لنا بيوتنا وفات علينا واقتحم علينا عالمنا وكل شيء لاحقي هو بصورها من قرن العرنوية لاحقي وهايك لا شوية تقدم الإنسان شوية هناك خصوصيات وشغلات حتى لو عملوا لنفسه كمان مش منيح ما اليوم عم بفوتوا هود القراصنة وبيسرقوا كل شيء وبينشروهن وبيخربوا لبيوت وبيدمروها خلي الشغلات ما حدا يصورها إلا الله سبحانه وتعالى والملايكي اللي علينا يسجلوهن ويشوفوهن وما في داع الجلقان كثير يعني بحالهم ما بيطلع لهم من وراها شيء يعني بالآخر هيدا فنخفف شوي يعني ما كون هيك عقلين وقلائيين كله هذا كان الوقت للأسئلة والله لبعد بعد ما صاروا شولي قلت لي عنهم الخمسة عشر دقيقة صار رايح منهم خمسة بعض عشر احترام الأزواج المتبادل حتى لو صاروا تحت بالأول بيكون بتقوم هي وبس تشوفوا وبس يشوفوا وبس يتزوجوا وصوروا بات واحد بسر لا يظل هذا الاحترام والحب قائم بيظلوا كأنه اليوم تجوزوا وكأنه بعده مبارح بيعرفها بيظل هيدا على طول بيظلوا هيك يجددوا شبابهن ونفسهم بيظلوا حتى لو الشايب والخط يرى من بره بس القلب خليه شباب بيظل شباب وبيقدر للإنسان مثل ما أنت بتعتقد فيه شاب هيدا القلب بيظل شاب وإذا تصدوا عن حالك ختيار يعني مثل أنا مثلا شايب وهيكي بيصور ختيار الواحد بس لا إذا ضل يعني الشباب ليس الشباب تورد القدود شباب من جوه هيدا بالمحبة وبالاحترام مش المحبة هديك الغرام بيبلش بالأول غرام وهيام وإلى آخره ولكن بعدين بيصير شيء أعمق وأكبر من هيك تصير بالنسبة له وبالنسبة لها بصيروا توقمي الروح هذا فيلم عربي يمكن فيضلوا على احترامهم وما تزوجها هو كمان أنه هي عبدة خادمة بدأت تلبي له قوامره وجبيلي وحطيلي وطلعي ونجيلي وتربي له رغباته ولا هي تجوزت لما رضيت فيه كمان تزوجته على أساس أنه يربي له رغباتها وبطيعها خاتم شبك جيبلي وعملي وشتريلي وسويلي وخذني وطلعني وليش عملوا هيدا لفلاني وانتي ما عملت ليش وكذا 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 وهكذا كمان في شغلة تانية أنه احترام الأهل المتبادل هي بتحترم له وبتحب له أهل وهي كلمة حماتي لا هدي أم تانية اللي بيقوله مش بيك اللي خلفك بيك اللي زوجك وكمان مش إمك اللي إمك اللي خلفتك إمك اللي زوجتك كمان يعني حماتك عمك ومرت عمك هاودي بيصيروا بمثابة بيك وإمك وخلص انت رضيت إنك تكمل نسلك من خلاله هون هاودي وصاروا أرحام من هون هي الرحمة اللي الله وصّى فيها اللي اشتقها من اسمه والزواج السعيد هو صناعة وتأسيس لوعد الله إني جاعل في الأرض خليفة هادي بدك تحطها نصب عينيك وتسعى إلى أن يكون ولادك وبناتك وصبيانك هن المعنيين من هذه الآية المباركة بعد نخلص ما حشرونا بالوقت نكتفي بهذا شو بعد في شيء هك نقوله صلى الله طيب فيه بالنسبة للشروط الزواج الطلاق والعياذ بالله اللي هو أبغض الحلال عند الله اللي الله عمله حل في حال إنه بدت توصل الأمور إلى معصية الله عز وجل لما بدت توصل الحياة الزوجية يصير فيه معصية؟ لا حلها الطلاق كل شيء دون هذا ممكن يتحمل ويغتفر ويتسامح فيه إلا أن تصل الأمور إلى معصية الله عز وجل بصير بدي أعصي الله فيها وتعصي الله فيه فلا هوني أبغض الحلال عند الله طلاق وإن كان الطلاق بيقوله يهتز له العرش عرش الله عز وجل بدي أقول شغلي لا إلكن الأمهات والأخوات والإخوة لما نزوجه ما تقولوش ما قالوا لناش لما نزوجه بتقوله للسيد أو الشيخ بيقوله أترضينا أن أكون وكيلك بتزويجك من فلان على مهر كذا وسنة رسول الله بتسكت أول مرة بتروح على العين وبتسئل الحبقات وبتروح على الجامعة وبتجي وبتطلع وبتنزل وبتقوله بالأخر شيء قبلت أنت وكيلي لما قالت له أنت وكيلي هي وقعت على جملة من الشروط ما عادت حرة بمعنى يعني مش عبدة ما عاد قيدها بإيدها إبلت إيه هي وافأت إيه أعطت الموافقة إيه بموافقة الرجل ورضاه وليس للمرأة إلا بتصيرها هونيكة بندر على المراكز والرجال الدين والسياد والمشايق والمحاكم ونتقاتل وبتقاتل العيلتين والضيعتين والقبيلتين وتصير داحز والغبراء نحن من شأن قل الدين وقل الوفا وقل الخوف من الله سبحانه وتعالى وقل أي رجل عنده دين وخلق إذا زوجته إجت بيوم الإيام قالت له طلقني مش لازم بيقع ليه بيقول له ليش يروح يا حبيبتي كمان بيعمل هيك ليش يروح يا قلبي يا حبيبتي ليش بدك تطلق ها شو عملتلك يعني شو سويت إذا في إصلاح في أسباب ممكن يغيرها بيغيرها وإلا بيصرحها بإحسان الإمام الصادق عليه السلام لما كان يزوج ويقول له زوجتك فلانة على كتاب الله وسنة نبيه وعلى على عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان مش تلزق عندك وتصير بدك تعضلها وتكرهها فيك حتى تبذلك وتاخد من مهرها لنفقتها اللي أعطيتها إياه وقال له بتتبوق مقعدك بالنار على عشرة بمعروف أو فراق بإحسان يعني هذا الشرط هي تزوجت وليس لتكون عنده عبدة ويتحكم فيها إجينا عملنا هذه الشروط 30 شرط 30 بند إذا في حال قلنا هذه الشروط نتيجة خبرتي بهذا العالم جزء مننا بالمحاكم الشرعية الجعفرية بلبنان وجزء مننا هون بأماركا وجزء مننا بالحياة يعني الزوج بيعطي زوجته بعقد الزواج بتقله أنا ما بتزوجك إلا بوكالة تعطيني وكالة بطلاق نفسي إذا حصل منك هذه الأموم مش وكالة مطلقة وهذه مش عصمة نحن ما في عنا شي اسمه عصمة العصمة عند إخواننا السنة العصمة طلاق بإد الرجل بيعطيه للزوجة تصبح هي صاحبة القرار بالطلاق وهو ما عد إله حق بالطلاق بينما بالوكالة هي وكيلة عنه ما بتلغيه هو هو في طلق سعة اللي بده بس هي إلى حق تطلق إذا حصل واحد من هذه الشروط أو هذه الأسباب بيعطيها وكالة وبدأ تراجع الحاكم الشرعي أو من له الصلاحية والمسؤولية بيقول إذا طلقها الزوج زوجته دون الرجوع إليها وما سألها ما في شافة لو بعطولها ميسج أو بعطولها ورعة الطلاق ودون عيب منها خلقية أو أخلاقية أو تقصير هوني إلى حق تطلب يعني هي بتقول له أنا بدي نص أموالك ربع أموالك لأنه هذه الأنون ليست بالشارع ليست موجود بحال الطلاق إذا شرط على فيها إلى حق تطلب من منه أنه أنا بدي قيم بهالبلد بدي أتراجع أموالك بدي أتراجع أموالك بدي أتراجع أموالك بلوبنام بالعراق بسعودية بمصر بدي أموالك بدي أموالك بكرة يأتي إلا تعايمش بدي تسافر بدي تزوج بديربوم بميتشيغان بشيكاغو بأي ولاية إذا بدك أنت تذهب المطرح ثاني أنا ما فيني أترك أهلي وناسي وبلدي وهذه اللي تراجع فيهم فلاهي حق الطلاق بس دقائق عطيني فهذه الأسباب هودة الان شاء الله رح حطها بان إيديك وموجودة هذه هادة المالة اللي بدوا إياها بسجل منبعث له إياها على الملف وهو موجود بالإنجليزي والعربي هذه الشروط فإذا مثلاً من جملتها إذا ضربها وأذاها وعضلها بالأحكام الأماكن التي لا يوجد الشرع بدي يقول لك تصبر لا يوجد شيء ضربك على خدك الأيمن ديوله وخدك الأيثر ضربني على خد الأيمن لبيله ضهرك وضربك إلا طول بك إذا كان مثلاً إذا هو تزوجته على حال من الإيمان لأنه عساس أنه زلم ملتزم دين مؤمن وبعد أن تبين لا ليس دين ولا مؤمن ولا شيء كان عم يخدع على هو هيك بس لا يتزوج بإلا طلقين الشرع هون ما بيقلب بإلا لا يا بنتي خليك معه بلك لعلك تغيره بلك تبدله بلك يصير أحسن بلك تقول له يا أخي بلك يعني معاش فيه بتحمل شهد الإنسان مثلاً كذا إذا كان مثلاً صر على حال من الإدمان أدمن على أي نوع من الإدمان المضر الخطر كمان وهي ما فيهش تحمل وما قدرتش تغير ولا يتبدله ولا كمان إلى حق تطلب الطلاع إذا طلقها بالأمريكاني وبدوش يطلقها بالشرع إلى حق هي يطلق حالة بالأمريكاني مثلاً إذا منعها أنه تمارس تقوصها الدينية الواجبة أو أكرهها على المعصية إذا سجن سجن مدة معينة طويلة وهي المرأة ما فيها تصبر هذا بعض من أسباب وإحتياطات وزواج الناجح والإسرة السعيدة اللي بتبني هذه إذا عملت وفق هذه الأمور وهذه الشروط أمام الله سبحانه وتعالى ممكن إحنا نخلق ونجيب نشأ جديد معافة وهون الإنساء ساعة الإسلام يشرق من الغرب بيشرق الإسلام من الغرب هوني حينما تشرق الشامس من الغرب من هوني إلى هناك والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم أنا بانتظار إجابة على أسئلكم نشكر سماحة السيد على ما أضحفنا به من معلومات تتعلق بالزواج وكان كلامه من القلب إلى القلب بسهل ممتنع والباقي علينا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآن نفتح المجال إلى المداخلات والأسئلة ولكن خلوا المداخلات قصيرة لأن الوقت ضيق جداً فضل ما رأيك أن العلماء هذه الأمة أن يذهبوا على الحوزي لأنه لا يوجد شيء غلط ولكن من السؤال يخطوا كورس بالسيكولوجي حقوق المرأة وهي الرويات مغططة بعدنا ما أعطينا المرأة حقها بالكامل مع كامل الاحترام لكل الكلام اللي قلته بعدها المرأة مطلومة لأسباب كثيرة من ضمنها الحوز الديني ما تطورت بحيث العلم العصري إغطي بعض النقطة تفضلت فيها شكراً شكراً أحسنت أول شيء الحوزي للرجال ليس لن يسوهم ليس لن يخصون أن نشني فيها حتى لو اجتهدوا لا يجوزش تقليدهم طبعاً كل شيء يعني ديننا هو دين مرن ودين عنده قابلية أنه يتأقلم في كل زمان وفي كل مكان وأنا قلت لك وحكيت من ضمن كلامي وأنا بقول لحالي يعني وأعترف بتقصير كثير الإسلام هو رائع دين رائع ولا أروع منه ما في شريعة بالعالم مثل الشريعة الإسلامية العيب فينا نحن كمسلمين كمطبقين لهذا الدين نحن اللي عم نسيق للإسلام الإسلام لم يسيق لأحد نحن عم نسيق لإسلامنا ولتشيعنا فلذلك نحن حكيت أمس بالافتتاحية بدي تعرفوا أنتوا معدنكم وجوهركم وأصلكم وطيب معدنكم وصفوتكم كصفوتكم كصفوت الأهل البيت سلام الله عليه طبعاً كمان يعني بيحتاجوا رجال الدين إلى العلوم اللي كانت تدرس بالحوزات من خمسين ومئة وقبل يمكن صاروا لازم أنه يصير فيه تجديد ودراسات أخرى ليواكب العصر ولا بيوصل لمرحلة بصيروا رجال الدين بوادة والناس بوادة آخر وأنا أخشى ما أخشى أنا أقولها هي قدامكم كل أيتكم أنا أخشى ما أخشى على دين الناس من بعض رجال الدين أو من المتسمين يعني متلفعين بعباءة وعمامة رجل الدين وفي بعض رجال الدين يعني الله يحطهم بديار حدا يلا السؤال هنا أول واحد واحد هل يجب للمرأة أن تكون كاتمة لمشاعرها لأن زوجها يشعر أنها تتدمر ولكن هي تريد فقط كلمات لكي تشعر أنها أفضل هذا يعني جزء أجبنا عليه أنه المحبي حاوله أنه هي كمان جزء من هذا شريكي بهذا الأمر يعني أنه إذا هو أعرض عنها وتكتم عواطفها لا هذا إلنا أول شغلتين يجاوب عليها الصراحة اللي حكينا أنه يجب أن يصارحوا بعضهم بكل شيء كل ما يشعره به صغيرا أو كبيرا وهن صاروا يعني صاروا شيء واحد لباس لبعضهما البعض الصراحة ودوام المحبة أعتقد أنه هو الكثير أنه لا أحد يتذمر من الآخر ولا أحد ينزعج من الثاني سماحت السيد بناتنا في شوية عندهم عزوف من الرجل الملتزم فلما نتقدم شعب إحنا دائما نقول من رضيتم خلقه ودينه فزوجوه البنات ركزوا على الخلق تقول إذا خلص خلي بس يصلي وحتى لو صلاته يعني نص كم أي عادي بس أهم شيء أخلاقها فما أدري كيف ممكن نتعلق على هذا هو مع الأسف الشديد أغتي الكريمة أنه في عنا صار أمور طرأت علينا ودخلت علينا من هذا يعني هذا التطور الحياة ووجودنا بهذا البلد اكتسبنا عادات أخرى وأشياء جديدة أضفناها إلى أنفسنا وقلة عناية مننا نحن معلش نقول نحن قصرنا قد نكون لسبب أو لآخر بتنشئات وتربية أولادنا كمان بالمقابل في أخوات محجبات ملتزمات بيشكوا أنه شبابنا نحن شبابنا بروحوا ودوروا على المزنطرة اللي بلا أنه طبو أني شو بشكي يعني إذا أنتوا جلتوا تتحجب والبسي عليك وما تبيني شيء ولا تبيني زينتك وحرام وعيب وهذا المعثور لا يتطلع فيه ويشوفني عم بيدور على المكشفات وإلى آخر وكمان نفس الشيء تصير تقول أنه أنا أريد زوج بالنهاية لا أريد أحد يجي عربس لحياتي لأنه عندها بالدين هو سبب بالكبت والحصر لا الدين ليس هكذا ولا أنا منفتح مثل ما قال الحج أني أنا منفتح لا هو ديننا منفتح ديننا ما بالعكس ديننا يعني ديننا يسر جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء دين وخلق فش أحسن منهم إذا دين وخلق اجتمعوا بدوم الزواج إلى الأبد ما بينفك شروط الزواج السعيد علينا أن نتبعها قبل الزواج ولكن بعد أن تم الزواج اكتشفنا أخطاء فكيف نصلح ذلك؟ يعني كما ذكرت أنه هي بتتزوجه على شيء من الأخلاق وهو بصور يحاول بفترة الخطبة أنه يبين له أحسن ما عنده وهي كمان بصور تحاول تبين أحسن ما عندها وبصور يخبوا على بعض إذا في شيء يدفوه من هون إذا طالع من هون نزل من هون فهذا لا نكون واضحين وطبيعيين وما نتصرف بطبيعية هي تتصرف معه بطبيعية حتى لا يتهمها بإلا أنت خبيتي أو دلستي يستعمل التعبير الفقر دلست عليها أو أنت دلست عليها نعم بعد العشرة والزواج والانتقال إلى بيت واحد فيه شوية من الحدود الهيبة وشو ما نسميها يعني هيك بتنزل شوية يعني بترتفع الكلفة بينهما بيعتاد عليها شيئا فشيئا بس ما يخلوها هذه ارتفاع الكلفة أنه تدمر لهم حياتهم ويصيروا شخصين متنافرين يبطل يقلافه وتبطل تقلافه يبطل يحبه وتبطل يحبه بالعكس كل ما اجت الأيام بصير تكشف له عن جوهره الأصلي والحقيق وهو بيكشف عن جوهره الأصلي والحقيق ويتحولوا من حبيبين إلى شريكين تمين من أحسن ما يكون سماحة السيد المحترم إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات وللمرة الرابعة يتزوجها الزواج من قطع لا تحرم عليه بالزواج الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره تتزوج واحد ثاني وبصير زوجه لإله وبطلقها الزوج الثاني وبتعتد منه وهو زوجه الأديم بصير خاطب من الخطة أما لو تزوجها بعقد من قطع تزوجها امرأة بعقد من قطع لعشر مرات وعشرين مرة ما في مشكلة يعني تزوج غلصة المد أو وهب المد عشر مرات لا تحرم عليه بالزواج الدائم ثلاث مرات فقط تحرم عليه السلام عليكم سماح السيد وعليكم السلام عليكم شكرا الله خير على هذه الكلمة القيمة حقيقة من سعادة المر أن يعيش في أسرة كريمة وسائلة وأن الإسلام أولى اهتماما عظيم بشأن المرأة واحترامها وقال أمير المؤمنين أن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة وكذلك في حديث بما معناه على الإمام الصادق أن أعجب للمرء كيف يضرب زوجته ثم يقول لها حبك يضربها ثم يقول حبك المشكلة سيدنا أن عندنا موروث من الجاهلية كما تفضلت بعضه في التفسير وبعضه في ما هو ذخيل على الإسلام لدي روايتين أريد من سماحة سيدك وضيحهما أتصور الأولى هي بخصوص إمرأة معينة لكن البعض تصيد فيها بمعنى الرواية أن المرأة شر وشر منها أنها لا بد منها في حديث عن الإمام علبي ما معناه أو رواية أخرى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج ففي هذه الروايتين هناك أيضا تضارب في شأن المرأة وفي تقصير وفي خصوصية المرأة السؤال الأخير بخصوص سن الزواج للمرأة وهو تسع سنوات في الحقيقة أنا شخصيا يعني يمكن لما أنظر لبعض لابنته صغيرة طفلة أرى تسع سنوات إنها ما زالت طفلة فكيف يمكننا أن نبرهن للغرب بخصوص أن نحن نعيش في هذه البلاد بأن الإسلام يحترم خصوصيات المرأة أو كيف يزوج طفلة مثلا عمره تسع سنوات من رجل أو ما شابه يبلغ خمسة عشر عام يعني هذاك رجل ما شاء الله كبير وهذه طفلة صغيرة يعني الولد اتناعش سنة نحن نشوفه رجال بينما البنت تسع سنوات نشوفها طفلة بعدها يعني فهذا ما لدي يتفضل أول شيء من روايتين الولايتين اللي تحدثت عنهم بدي أجيبك عليهم مكتعلقني مع النسوة يعني لا هذه ظاهر أنهم يعني ليسوا المرأة شر لابد منه وشر ما فيها أو المرأة شر كلها وشر أنا لا مش صحيحة ولا تنسب أمير مؤمنين سلام الله عليه أرفع وأنزه وظل أعوج إلى آخير لا هذه موروثات اجتماعية ناس هك يعني تورثوها وصاروا يقولون كذا بالنسبة لسن الزواج نعم الله سكر في الرواية اللي قالت المرأة كلها شر وشر ما فيها فلصنا يا خي ما سكرنا فالصدوق اصطر علينا سن الزواج الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع هو أعرف المصالح والمفاسد هو قال سن الزواج وبعدها لحد الله في عادات وتقاليد حتى لا تكون حرام بيعرفهم بدون يرتكبوا حرام لو ما يقلهم تسع بدون يزوجوها بنت تسع فحتى لا يرتكب أحد محرام ولعله كان بذاك الزمن يختلف الوضع مثل عن الآن ولأنهم كانت عاداتهم بعد موروثة ومشربة بالجاهلية وكانوا ينظروا إلى المرأة وكانوا يؤدوها ويتفنوها هي وحي فقال لك لا أعطيها لزوج يستفل منه وهو على فكرة نحن نقول الزواج ليس منه والأهل يفكرون بس 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 سن الزواج الله سبحانه وتعالى هو يختاره أن يكون تسع سنوات وإذا كان الرجل بلغ سن التكليف وصار زوج ممكن لماذا؟ ويمكن كمان طبيعة الناس والبنات بالمجتمع الجزيرة يعني هناك التقس له تأثير وتجد اليوم على الهرامونات الموجودة بالأكل ما كمان البنات يكبروا بكير هذا ولكن مش معناه أنه هذا جائز أنه لا تعالوا يلا ما نزوج إلا على التسعة سنة مش بالضرور آخر سؤال عندنا في هذا الزمان أصبح لباس الحجاب لباس الموضة فهل هذا اللباس الشرعي من الأساسيات عند اختيار الزوجة؟ اللباس الشرعي ليس مشترط فيه يعني شكل معين اللون معين يعني أن يكون ساتراً للجسد لا يحاكي وفضفاض مش بفصل يعني لابسين لأنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي زمن على أمتي تخرج فيه النساء كاسيات عاريات بكرة بيصوروا بيدهن وبس الصباغ يعني لون أسود أو أخضر يعني وخلص المهم مش ساتر البشرة هو اللا يحاكي وما يكون ملفت للنظر ولا يكون زيني يعني يصير هو ملفت نظر وزيني بحد ذاته بس لا بأس إذا كان جميل ولطيف وحلو مش غلط شكراً لحسن استماعكم وأصغاءكم شكراً على أسئلكم شكراً على طولة بيلكم علي حفظكم الله حفظكم الله جميعاً وإلى لقاء آخر نشكر سماحة السيد على ما أتحفنا به من هذه الكلمات الرائعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وحبيب إله شكرا